لكن خلينا أقول لحضراتكم الأخبار سريعا جدا كابتن محمود الخطيب يزور نادي دباط الشرطة بدبي ويتبادل الدروع التذكارية قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والموجود حاليا في دولة الإمارات الشقيقة بزيارة نادي دباط الشرطة في دبي وكان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة القائد العام للشرطة دبي وبعد حوار ودي قام باستحاب رئيس الأهلي في جولة تفقدية بنادي دباط الشرطة بدبي تفقت خلالها منشآت ومرافق النادي وتبادل الخطيب والفريق المري الهداية التذكارية تعبيرا عن العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وأشقاؤه بدولة الإمارات وكان رئيس النادي الأهلي قد توجه إلى الإمارات قبل أيام لتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي التي حصل عليها النادي بوصفه أحسن مؤسسة رياضية عربية من عام 2021